التقى علي الكثيري القائم بعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي رئيس الجمعية الوطنية المهندس رسام باسردة مدير مصنع الكويت للأكسجين الطبي بالعاصمة عتن والسمع الكثيري من باسردة إلى شرح وافع عن أسباب توقف مصنع الأكسجين خلال مدة تزيد عن عشر أشهر والأسباب التي تقف عائقا أمام عملية عادة تشغيله والمقترحات وسبل الكفيرة بالتغلب عليها مؤكدا استعداد المجلس الانتقالي الجنوبية لتقديم كافة وجه الدعم وتسهيلات اللازمة ليعد التشغيل المصنع للقيام بدوره الحيوي في رفض المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية والتوليدية باحتياجاتها من استوانات الأكسجين الطبي